السلام عليكم ورحمة الله وعكاته ان شاء الله نتحدث الآن على الاصابات المتعلقة بالهيكل العزمي واحنا بس يعني كتصنيف فقط لغير ليها احنا كطابية خاصة مش مطلبين اوي ان احنا نتعرف على كل الاشكال الخاصة بالاصابات المتعلقة بالهيكل العزمي تصنيفاتها تتضمن بطر الاطراف وتشوهها ازا كان فيها بطر في الاطراف ازا كان خاص باليدين او بالقدمين وكمان الاكثر انتو شعروا وهي المشكلات الخاصة باليدين بالنسبة للاصابات المتعلقة بالهيكل العزمي يعني بالجزء ايه العلوي وليس الجزء السفلي الجزء الحرك العلوي فيه تشوه في القدم فيه بعض الاحيان بيحدث تشوهات في القدم التهاب الواق عدم اكتمان نموه العزم وده وقد يكون منتشر بعض الشيء فيه التهابات المفاصل فيه شق الحلق وشق الحلق يكون فيه اه تجويف الفم من الداخل الحلق ومن فوق يكون فيه شق وبيتسبب فيه التربات كتيرة جدا خاصة بالتربات النطق والكلام وفيه كمان ميلان وانحراف العمود الفقري ده من الاشياء الخاصة برضو كمان بايه بالاصابات المتعلقة بالهيكل العزمي طيب كمان عندنا انحلال وضموم عضلات النخيع الشوكي بقى المشكلات الخاصة بالعضلات وده خاص بالاصابات الجسمية والصحيح حاجنا صنفناها في الاول كان عندنا المشكلات الخاصة بالعضلات تنتج من ايه تنتج الاصابة بهذا المرض عن تحلل وتلف الخلايا العصبية للجزء الامام من الهيكل من النخيع الشوكي النخيع الشوكي برضو بيتسبب فيه انحلال ونمور العضلات وكمان يؤدي الى الوفاة في بعض الاحيان او الاصابة المزمنة وتتلخص اعراض الاصابة في ايه تاخر مستمور في العضلات المركزية مشكلات في العضلات المركزية والتوافية نميل بحيث تشبه اعراض الاصابة بضموة انحلال ايه العضلات عندنا ضعف عضلات الفخص في مشكلات في ضعف عضلات الفخص وما انتم جاءنا من صعوبات في الجلوس في ضعف عضلات الزهر والكاتف